أهلا بكم من جديد تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحصول على موافقة الرقابة المالية لإصدار قياسي لسندات التوريق بقيمة 20 مليار جنيه والتي تعتبر أكبر إصدار لسندات التوريق في تاريخ سوق رأس المال المصري للمزيد من النقاش تنضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتورة زهر المدني استشاري القانوني بسوق المال والخبيرة في هذا المجال أهلا بك يا دكتور أهلا بك يعني بداية ما المقصود بتوريق الحقوق المالية المستقبلية خاصة وأن قانون رأس المال نظم نشاط التوريق بنظامه الحالي يعني ما الفرق بين آلية التوريق بالشكل الراهن وبين استخدامها وفقا للتعديلات الجديدة التي ستشهدها مبدئيا التوريق بشكل عام هو تحويل أقصاد القروض الطويلة تحويلها إلى سندات وبيعها في سوق الأوراق المالية مقابل أن احنا يعني بناخد القيمة بتاعتها بتستحق الآن التوريق التقليدي هو بيكون بيكون سندات بيع هذه السندات بضمانات تعاقدات حصلت بالفعل تمت بالفعل ولكن إرادتها بتكون على أقصاد يعني الإرادت بتاعها بيكون في شكل أقصاد على مراحل أما توريق الحقوق المالية المستقبلية هو بيكون مش آجل يعني مش حاجة موجودة وآجلة ولكن بيكون بضمان أو مقابل التدفقات النقدية مقابل التدفقات النقدية أو المدفعات زي ما بيقول هندي مثال بسيط للموضوع ده مثالين هنفهم الفرق ما بين التوريق التقليدي وتوريق الحقوق المالية المستقبلية طبعا التوريق الحقوق المالية المستقبلية بيكون في الأغلب في المرافق والخدمات والكلام ده كله بعكس التوريق التقليدي التوريق التقليدي الصورة الشائعة بتاعته الرهن التجاري والأقصاط أو الالتزامات بتاعت بطاقات الاقتمان وهكذا وكروض السيارات لو أنا هفترض فيه مثالين هيعرفونا الفرق المثال الأولاني لو احنا قلنا أن فيه شركة شركة مثلا الخاصة دي نتدي كروض سيارات كروض السيارات دي بيكون قصات ومحملة بالفوائد في الحالة دي النهاردة أنا ممكن النهاردة كروض السيارات دي القرد أو مجموعة هذه الأقصاط أنا النهاردة بطرح هذه السندات للتوريق يبقى المستثمر اللي بيجي يدخل معايا النهاردة بيجي يدخل معايا بياخد إيه النهاردة بياخد معايا تعاقدات موجودة بالفعل ضمنها إيه فيه أقصاط جاية يبقى هي حقوق موجودة هي تعاقدات موجودة ولكن المستحقات بتاعتها آجلة مؤجلة بالذات وأما توريح الحقوق المالية المستقبلية لو أنا هدي مثال بسيط هنقول مثلا أن الجهات الحكومية أو هنقول مثلا أن فيه حد عايز مثلا جهة أو شركة عايزة تعمل كباري عايزة تعمل مترو عايزة تعمل بنية تحتية النهاردة هي ما عندهاش المشروع ده لسه هتعمله فهي محتاجة محتاجة سيولة عشان تعمل هذا المشروع فبتتدي إنها تطرح سندات بضمان إيه مش أصول عكس الموضوع الأولاني التوريق أنا في عندي أصول وموجودة وتعاقدات لا هنا الموضوع بياخد شكل تاني هنا بنقول الخدمة دي بعد لما تكون موجودة هتجيب لي قد إيه المدفوعات الإرادات المستقبلية الإرادات المتوقعة اللي مش متوقعة بشكل يكون فيه رسك لا هي تكون متوقعة بشكل مؤكد دايما المستثمر دي أكتر حاجة تشغل باله آه بالضبط وبعدين إحنا بنقول الإرادات اللي جاية دي إحنا لو يعني كنت بدي قبل كده مثال لما نعوز نشرح القصة دي بتاع المترو لو أنا بعمل مترو النهاردة المترو ده أو الجهاز أو بنية تحتية أو أيا كان حاجة من الحاجات دي أنا مقدرش أقول ممكن ما يجيش إرادات لا ده صعب لا 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 التعليم الصحة البنية التحتية شركة القهربة لو هي عايزة تعمل مشروع يبقى أنا النهاردة مشروع دلوقتي المشروع ده أنا بعمله محتاج له سيولة وفي نفس الوقت أنا ببص الإرادات المتوقعة منه داي طبعا التمويل الحقوق المستقبلية أو سواء التوريق بشكل عام يعني ده بيؤثر لتخفيد الرفع التمويلية ده بيؤدي إلى أنه هو تخفيف وطأة الالتزامات أو لو نيجي نتكلم بشكل يعني سهل شوية لو هتكلم عن توريق الحقوق المالية المستقبلية النهاردة المدين بيبص للتضفق النقدي أو المدفوعات أكتر من قيمة الأصول وده طبعا بيحق أمرونا فبيبص النهاردة جاي كان الخدمة دي هتؤدي إليه ولذلك توريق الحقوق المالية المستقبلية هو يعني أداة مستحدثة ولكن هي يعني بتخدم قطاع كبير جدا سواء القطاع العام أو القطاع الخاص في تمويل المشروعات بضمنات التضفقات المقدية في المستقبلية يعني إذن بنتكلم عن إتاحة تمويل غير تقليدي للجهات العاملة في الدولة لاستكمال مشروعاتها خاصة في البنية التحتية طيب حضرتك ذكرت عدد من القطاعات ما أبرز هذه القطاعات التي ستستفيد من هذه الخطوة؟ هقولي حضرتك حاجة كل ما هو قطاع خدمي ومرفق عام أو حتى خاص ولكن بيقدم خدمة والخدمة التصنيف الاقتماني بتاع الخدمة أو التصنيف الاقتماني بتاع العائد ده لازم يتراجع بشكل قوي جدا من الجهة الرقابية هي ترقابة المالية طبعا ولازم يكون ده مؤكد يعني أنا ما أقدرش أن أنا أنا ببني على حاجة مستقبلية فلازم عشان كده القطاع لازم يكون اللي بيقدم خدمات مش ما ينفعش نقول مش هتحصل مش هتيجي التعليم الصحة كل ما هو مرافق شركة القهرباء الاتصالات الصحة حتى يعني أنا برضو فيه قطاع يمكن يعني ما حدش اتكلم عنه كتير ولكن أنا شايفة أكتر قطاعين هيتم الاستفادة منهم الفترة الجاية لو إحنا عوزنا نستفاد يعني قطاع التعليم والقطاع الآخر قطاع صناعة النقل البحري صناعة النقل البحري إحنا عندنا اللوجستيات وعندنا قناة السويس وعندنا منطقة الاقتصادية لقناة السويس دي أماكن أنا لو أنا قلت إننا نهاردة محتاج سيولة علشان أنجز اللي هعمله في سنين النهاردة وأقدر أتعاون مع مستثمرين أين كان نوع المستثمرين دول مين لا أنا أقدر بضمان الحقوق المستقبلية أو بضمان الإرادات المتوقعة دي أقدر إننا أعمل مشروعات دلوقتي وأقدر إننا أمولها دلوقتي خاصة وأنه مصر في هذه المرحلة يعني بتسعى أنها تكون مركز لوجستي إقليمي وبالفعل زي ما حضرتك ذكرت يعني فيه جهود كتير بتتم في هذا الملف طيب من وجهة نظرك بعد استحداث هذه الآلية الجديدة لتمويل المشروعات الحكومية مردود ده على الاستثمار في مصر بشكل عام على البيئة الاستثمارية المصرية وبالفعل إحنا في الفترة الأخيرة شهدت هذه البيئة الاستثمارية إشادات من المستثمر الأجنبي من حتى المؤسسات الاقتصادية العالمية كيف سيكون المردود توقعات حضرتك إيه للفترة المقبلة؟ هقول لحيك حاجة تمويل حقوق المستقبلية أو توريق الحقوق المستقبلية ده هو فيه مرونة أكبر بكتير من حتى التوريق العادي لأن زي ما قلت لحضرتك أنا مش بمسك أصول وعدة قيمها وكلام ده كله لا فيه خدمة بتجيب إرادات متوقع الإرادات دي إنها جاية إن شاء الله ويعني نقدر نقول كده إن المدين بيبص على مدفوعات هي مش موجودة في الميزانية دلوقتي لكن هي جاية جاية بس هي مجدولة يعني بشكل أوبير هي جاية جاية لأن دي إرادات هتيجي من الخدمة اللي بعد ما المشروع ده يتعمل لو قلنا المردود ده مردود كتير أولا توفير سيولة وبشكل كبير جدا تاني حاجة القطاع العام وقطاع الخاص هيستفاد لكن أنا بشوف إن القطاع العام هيستفاد أكتر إحنا عندنا مشاريع ميجا بروجيكت كتير جدا عندنا مشاريع الكبرى موجودة وعندنا أحيانا إنا بنمحتاجين سيولة والسيولة دي لو أنا النهاردة يعني خلينا أقولك حاجة نبسطها للمشاهد يعني إحنا مصر إحنا عندنا عدد كبير جدا جدا سواء الاستهلاكي سواء المشروعات سواء تأسيم المستهدفين من المشروعات مش المستثمرين لا حتى المستهلك أو حتى اللي بيستفاد من المشروع عندنا عدد كبير جدا فكل المشاريع اللي تدخل فيه نطاق المرافق العامة أو حتى الخاصة أو الخدمية تعليم الصحة المشروعات البنية التحتية الكباري الطرق كل المشروعات دي لو هتكلم على الدولة وأخصص الموضوع على الدولة لا هي النهاردة لو هي ورأت الكلام ده النهاردة لا هتوفر سيولة والمشروع اللي هعمله في 5-6 سنين هعمله النهاردة فبالتالي أنا هنا بوجد سيولة الحاجة التانية إن أنا يعني بخلق أداة الأداة دي بيتم تداولها بشكل سلس الحاجة الأخرى المشروعات دي بشكل بقى أنا لما أعمل المشروعات النهاردة أي مشروع هيجيب قد إيدي عاملة طب كم قطاع خاص هيشتغل معي في المشروع ده؟ يعني فعلا بما أنه حضرتك تكلمتي عن الاستفادة بالنسبة للقطاع العام مقارنة بالاستفادة للقطاع الخاص يعني كنت حابة أسأل حضرتك لأي مدى ده ممكن يشجع مزيد من الانخراط من قبل القطاع الخاص في هذه المشروعات تحديدا خاصة وأنه الدولة بالفعل يعني في الفترة الأخيرة بتناشد القطاع الخاص لمزيد من الانخراط في هذه المشروعات هناك تسهيلات بدأت بالفعل تحصل شوف يا عايزة أقول لك حاجة مهمة جدا التوريق حقوق المالية المستقبلية ده مش بس بيتكلم عن القطاع العام هو أنا ممكن أورق كمان كل ما ينطبق عليه هذه الشروط في القطاع الخاص بس طبعا لازم نعرف أن فيه شرط مهم جدا من توريق الحقوق المالية المستقبلية لابد أن تكون هذه الحقوق أو هذه المشاريع مفيش قيود عليها مفيش التزام يعني مفيش أي قيود تمنعها أو محملها بأي أعباء ولابد نكون تصنيف الاقتماني وضمان الإرادات اللي تيجي دي ضمان قوي جدا ومتحدده الجهة لو أرجع أجاوب على حقيقة الكلام اللي بتقوليه هل إحنا هيكون فيه انخراط بين الاتنين في المشاريع اللي زي دي أه طبعا العام والخاص هيشتغلوا مع بعض بس خلينا أقول لحقيقة حاجة مهمة جدا أن إحنا محتاجين للأسف ما زلنا عندنا ضعف بثقافة أدوات التمويل غير المصرفية يعني التوريق التخصيم كل الأليات ما زلنا محتاجين ثقافة بها مزالة مشاريع كتير مش هقول مشاريع هنقول مازال مستثمرين أو فرص استثمارية احنا النهاردة بنتكلم عن ترويج الفرص الاستثمارية صحيح أحد أدوات ترويج الفرص الاستثمارية اختيار الألية الأنسب للإستثمار قصة مش بيع وشرة ولا هي قروض من بنوكة يعني فيه مشاريع قد يكون توريقها أو توريقها بالشكل اللي هو الحقول مالية المستقبلية الأداء المستحدثة قد يكون ده أفضل شيء قد يكون فيه بعض الشركات بتدور على القروض أفضل لها وأرخص من الإيكوتي يعني دايماً بنقول القرد أرخص من قيمة الاستثمار وقد يكون بعض المشاريع بتدور على المستثمر استراتيجي وخاصة أنها عايزة ترويجها بر فإحنا النهاردة وبالفعل يعني في هذه المرحلة نقطة الترويج يمكن هي حجر الأساس لأي مشروع ناجح أو لأي رسالة خاصة لو رسالة فيها تسهيل على المستثمر بهذا الشكل على كل حال أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً ضفتي دكتورة زهر المدني الخبيرة واستشاري القانوني بالسوق المال شكراً جزيلاً لحضرتك على توقيت معنا شكراً جزيلاً لحضرتك